اهلا بيكو هنعمل النهاردة سوا وسيلة اضاح لأحد المخلع الادوات اللي احنا هنحتاجها هي عصاية ششتاووك وهنحتاج فوم بني مقطعينه زي التوب وقطع فوم اغدر وحتة كرتون عملناها على شكل اروقة كده ورسمنا عليها وقستك وكمان صورة لسيد المسيح ولزقناها على كرتونة ولودناها وقصناها وتقدر برضو الخطوة دي تخلو الولاد اللي يعملوها وقطع فوم عشان نسنت بيها الاروقة دي ودائرة من الكرتون ونفس الحجم دائرة تانية بس من الفوم اللبني ودائرة تانية اكبر علشان نعمل لها الحواف بتاعت البرك وطبعا ورق كرافت ممكن تجيبوه من اي مكتبة او ممكن تجيبوه الكياس اللي هي بيبقى فيها الهدوم والاكل دي بتبقى برضو من ورق كرافت وهنحتاج كمان فوم ورنج هنرسم عليه شكل الرجلين والايدين وحوالي 6 قطع مربعات عشان نعمل بيها الدراع والرجلين وكمان هنحتاج كرتونة هنفرقها يعني هنفرق الدايرة الوسطانية دي كده عشان نعمل البركة وبعدين هبدأ اجيب الورق كرافت وزي ما قلتلكم تقدروا تجيبو الكياس اللي هي كمان بيبقى فيها البقوليات بتبقى من ورق كرافت او لو مش عندوكم خلص ممكن تجيبو كمان ورق اسمنت تمام بتجيبها وغلفها ولو مش حابين تستعملوا ورق الكرافت ممكن كمان تستعملوا اي فوم عادي تغلفوا بيك كرتونة او النصبيين تقدروا تسيبوه على نفس اللون بعدين هجيب الدايرة ولزق عليها الفوم اللبني علشان دي هتبقى البحيرة او البركة وبعدين هلزقها من تحت ان طبعا مفرقها ولزقها من تحت عشان تدي عمق وبرسم عليها مواكده باللون اللبني وبعدين بحط الدايرة الاكبر من فوق وحط عليها بقى المربعات الفوم البني علشان تبقى بينك انها الحدود بتاعة البركة بعدين هجيب الكرتونة اللي انا عملتها على شكل اروكة ورسمت عليها بالقلم الفلومستر شكل الطوب الزقها من الحواف من تحت بمصدس الشمع وبعدين بجيب فوم الاجهزة وبالزقه كده عنده كل عمود من العوامي دي وبالزقها في قلب الارضية فيسبت الاروكة دي مع الاعداء او الارضية تمام بالشكل ده طبعا ابقى سايبة واحدة زيادة علشان برضو هحطها في ظهر المسيحي يبقى موقف التمثال بعدين هجيب فوم دهبي وهالفه من قدام علشان يبقى شكل الفراش بتاع المخلع وبعدين هجيب بقى الفوم الورنج اللي هعمل بيه جسم المخلع نفسه وهالفه كده بعصاية الشيشة ووك زي ما انتوا شايفين انا هحتاج بالزبط اتنين للرجلين لكل واحدة يعني اربعة وواحد ايد و ايد يبقى كده ست وحدات انا هحتاجهم بالزبط واحتاج طبعا استك ممكن انا هنا في الوسيلة اللي قدامكم انا جبت الاستك بتاع الكمامات المستعملة يعني اللي خلاص هنرميها اه قطعت الاستك بتاعها واستخدمتها تمام بقى الف الست وحدات زي ما انتوا شايفين كده وطبعا انا رسمة رجلين ورسمة ايدين وقصتهم ورسمة وش كمان اه وقصيته تمام وهكيب حتة فوم احمر عشان اعمل اللبس بتاع المخلة هلزقه من النص كده وبحيث ان انا بسايبه فراغين زي ما انتوا شايفين كده من الناحيتين اساويها الاول وازبطها زي ما انتوا شايفين كده انا هعيز ادخل الرجلين والادين بالطريقة دي هبدأ بقى اجيب الاستك وادككو لو صعب ادككوه ممكن ببنسة بتاعت شعر عادية وادخلوها جوة اللفة او الرولة اللي احنا عملناها دي وطبعا بخرم لها مكان في الفراش بالطريقة دي واسبتها من وراء اربطها وبعدين اسبتها باي حتة فوم تكون بقي عندي وبعدين ااخد الاستك وادكك كمان في الرجل بالطريقة دي واحط اتنين مع بعض في الرجلين تمام بحيث انها تبقى عاملة زي مفصلة كده وبعدين بعقدها واخرم كعب الرجل اللي انا رسميه وقصيته ودخلها فيه وبعدين نعمل نفس الحركة في الناحية التانية اعمل برضو الدراع التاني واخرم برضو اللي هو مكان في قلب الفراش واعقده والزقه عشان يبقى ثابت وادخل فيه الكفة الايد وبعدين الرولة بتاعت الدراع وادخلها في اللبس بتاع المخلة وبعدين ادكك برضو اتنين رولة اللي هم هيبقوا الرجلين بقى وبعدين ادخلها برضو في كعب الرجل وازا ما انتو شايفين انا هنا برضو عاملة اتنين مع بعض علشان تبقى كأنها شبش بتاعت رجله بطريقة دي وبعدين اعقدها كويس من تحت تمام عشان بس ما تفكش مني دلوقتي وطبعا لزقت الوش بتاع المخلع في النص بتاع اللبس بالشكل ده وعملت له كمان طاقية بلون تاني كده المخلع نفسه بقى جهز هجيب بقى المكت نفسه اللي احنا عملناه وبعدين هحدد مكان خرمين في قلب المكت وبعصية الشيش طوق او ببوز المقص هخرم الخرمين دولت وبعدين هبدأ ادخل الاستك اللي احنا ربطناه من تحت بتاع الرجلين هدخله في الخرمين دولت بالطريقة دي انا هنا عملته ببوز المقص وهدخل الاستك في كل واحدة وبرده ارجع تاني اعقدها عقدة كويسة من تحت بحيث انه مايفكش بس مش هلزق لان الاستك ده ده اللي هشد بيه المخلع يقوم يرجع يقف على رجله تاني تمام يعني دولت المخلع نايم على الفراش بتاعه لما اشد الاستك من تحت هيقف فدي الفكرة بتاعت الوسيلة انه هو لما سيد المسيح بيقول له قم واحمل سريرك وامشي لما نقوم شدين الاستك من تحت يقوم المخلع وشايل الفراش بتاعه فعلا بعد كده هجيب الصورة بتاعت السيد المسيح اللي احنا لازقينها على ورقة كرتون عشان تبقى مسكة نفسها آآ وكمان ملونينها وممكن برضو الخطوة دي تخلوا الولادهما اللي يعملوها وبعدين تجيبوا قطع من الفم الاجهزة او ممكن ورقة كرتون وتلزقوها في الظهر وبعدين ترجعوا تلزقوها تاني في قلب المكت قصاد المخلع بالطريقة دي بعدين آآ طبعا اثبتها كويس وبعدين هجيب بقى كتعة فم الاخدر اللي احنا اصقصنها وابدأ كده اقصها بطريقة عشوائية والازقها في قلب المكت بعدين هعمل بقى الملاك اللي بيحرك البركة وهلزقو في عصاية الشيش طوق وانا سبق ووريتكو ازاي نعمل الملاك بكزا طريقة هسيب لكو برضو رابط الفيديو ده في صندوق الوصفه اول تعليق مسبت وهسيب لكو كمان معه قائمة وسائل الاضاحة الخاصة بالصوم الكبير اللي عملناها سوا هنا في القناة من اول حد في الصيام والحد دلوقتي واستنوا كمان الوسيلة الجاية بتاعت احد المولود اعمى هنعمل فيها وسيلتين اضاح كمان مش وسيلة واحدة اه كمان هسيب لكو قائمة وسائل الاضاحة الخاصة بدروس التربية الدينية المسيحية ودروس مدارس الاحد وقائمة كمان شرح دروس التربية الدينية المسيحية تمام انا كده لزقت بشكل عشوائي الفوم الاخضر طبعا لو عندكو ورق صناعي مثلا ممكن تلزقوه ممكن مثلا بوائي من شجرة كريسمس بتلزقوه برضو فيها بتدي شكل او بتدي وقعية للمكات الولاد بيحبوا الحاجات دي تمام ده كده المكات بتاعنا بقى جاهز المكات احد المخلع طبعا اه انا خرمت كمان في قلب البركة زي ما انتوا شايفين كده خرم علشان ادخل فيه الملاك الشيش طوو المنزوق في اخره الملاك بحيث ان انا الملاك بينزل اه بان احكي لهم القصة بقى ان الملاك بينزل بيحرك المياه بتاعت البركة واللي بيلحق اول واحد هو ده اللي بيشفى وزا ما انتوا شايفين انا عاملة هنا البركة اغوط من المكات نفسه تمام وده شكله النهائي هاوريكم بقى ازاي بنستخدم الوسيلة ديت في شرح القصة دلوقتي طبعا كلها خمات بسيطة واصائيس برضو يعني ما استخدمناش حاجة اه كتيرة اه او محتاجناش نشتري حاجة ضروري كلها اصائيس فوم استخدمناها ووظفناها حتى الورق بتاع الكرافت ده موجود بنجيب فيه بوكوليات وحاجات وممكن كياس ممكن تشتروا فيها حاجات وبتترمى لكن دلوقتي احنا استخدمناها في وسيلة اضاحة سهلة وهتبقى جزابة بالنسبة للطفل وتسبت كمان الاية والقصة في دماغه زي ما انتوا شايفين كده انا بجيب الاول الملاك وبدخله في الخرم بتاع البركة وبشد عصاية الشيش توق من تحت انا حاول طبعا اوريكم الفكرة عشان انا بصور وفي نفس الوقت بحرك المكات وبقول لهم بقى ان الملاك كان بييجي بيحرك مية البركة واول واحد بينزل هو اللي كان ربنا بيشفيه وبييجي مرة واحدة في السنة تمام بعد كده بشيل الملاك والسيد المسيح جي للمخلة وبيقول له اتريد انتبرق وقال له بعد كده ايه قم واحمل سريرك وامشي طبعا بحكي عليكم باختصار انتوا بقى تزبطوا الدنيا وطبعا مع تغيير الاصوات وتغيير التون بتاع الصوت بيفرقوا انتوا بتحكوكس وبعدين اه لما المسيح قال لكم واحمل سريرك وامشي بنشد الاستك من تحت بتاع الرجلين اه بتاعة المخلة وبيقاف على رجله وشايل سريره زي ما انتوا شايفين كده دي كانت فكرة الوسيلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بنشد من تحت وبيقاف المخلة يا رب تكون الوسيلة بتاعتنا اه بتكون سهلة وتقدروا تعملوها لولادكو في مدارس الاحد وكمان في الخدمات المختلفة وكمان اه في دروس اه وحساس التربية الدينية المسحية في المدارس اه ابدعو وجربوها وقولولي رأيكم ومستنية تعليقاتكم ورأيكم طبعا تعليقاتكم تساعدني ولو انتم محتاجين اي وسيلة لاي درس بعتولي بس واكتبولي في التعليقات وان شاء الله ننفزها مع بعض هنا في القناة كمان يا ريت ما تنسوش دعم القناة بتغط زرار اللايك علشان تشجعوني وقدر اعمل وسائل اضاحة اكتر واكتر اه كمان لو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت ما تنسوش تضغطوا على الزرار الاحمر وتعملوا اه سبسكرايب وتشتركوا في القناة ولو عجبتكم فكرة الوسيلة ما تنسوش تعملوه الهاشير علشان يوصل لكل الناس والاستفادة توصل للجميع وكمان ما تنسوش تضغطوا على زرار الجرس عشان يوصل لكم كل وسائلنا الاضاحية الجديدة دي كانت وسيلتنا النهاردة وسيلة احد المخلع انتظروا كمان يوم 16 اربعة هينزل فيديو ازاي نعمل ركن للصلاة في اسبوع القلام خصوصا احنا لاسا في بعض الابرشيات قفلت في اسبوع القلام فاحنا نعمل ركن يبقى في بيتنا ونعمل كنيسة صغيرة في بيتنا هوريكم ازاي تعملوا الركن ده الفيديو هينزل يوم 16 اربعة كمان استنوا الفيديو بتاع ماكت احد الايامة ماكت العيد بكذا فكرة قريب جدا هينزل منتظروا كمان يوم الجمعة الجاية هينزل الوسيلتين اضاح لاحد المولود اعمى باسلوب سهل خالص وبسيط ومش محتاج اي امكانيات صلواتكم ومستنية تعليقاتكم ورأيكم وما تنسوش زي ما قلتلكو ضغط زر لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وشير واشوفكم على خير في وسيلة اضاح جديدة وفكرة جديدة باي باي